أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن تقديم الولايات المتحدة 8 ملايين جرعة من لقاحي فايزر ومودرنة إلى الشعب المصري وخلال مؤتمر صحفي مع السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثن كوين أضافت وزيرة الصحة أنه تم استلام مليون وستمائة ألف جرعة من اللقاحات على أن يتم استقبال باقي الغرعات تباعا وأشارت الوزيرة إلى أن هناك توجيها من الرئيس السيسي بالبدء في أعطاء اللقاحات المضادة لكورونا لطلاب المرحلة الثانوية وأضافت أن مصر تشهد استقرارا في الوضع الوبائي منذ عشرة أيام أضافت وزيرة الصحة أن عملية تطعيم العاملين بالمؤسسات التعليمية تجري على قدم وساق وأشارت إلى أنه تم تطعيم 95% بلقاح كورونا من العاملين بوزارة التعليم العالي من جانبه قال السفير الأمريكي بالقاهرة جونتين كوين أن مصر على رأس قائمة الدول المتلقية للقاحات كورونا وثم السفير الأمريكي الدعم الطبي الذي قدمته مصر للولايات المتحدة خلال دروة الجائحة في ربيع 2020 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر